محبة في الأهل وبركة في الرزق ومنسأة في الأجل من عظيم ما جاء به الإسلام ومن أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة إنها صلة الرحم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه وصلة الرحم تكون بزيارة الأقارب والإحسان إليهم وإيصال ما أمكن من الخير لهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم وعيادة مريضهم والتصدق على ثقيرهم ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أحزانهم وتكون كذلك بكل ما تعارف عليه الناس مما يقوي من أواصر العلاقات بين الأقارب والأرحام كالصلة عبر وسائل التواصل الحديثة وغيرها وأما عما يجب وصلهم من ذوي الأرحام فهم أولو القربى من الأصول والفروع كالآباء والأمهات وإن علوا والأبناء والبنات وإن نزلوا والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم فهؤلاء جميعا لهم حق البر والصلة بالمعروف كل بحسبه واعلم أن الصلة ليست مكافأة بحيث لا تصل إلا من يبادلك الصلة بل هي عبادة مستقلة فتصل من قطعك وتعطي من منعك من أقاربك ففي الحديث ليس الواصل بالمكافأ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فإذا قاطعه قريبه بادره هو بالصلة وكما أن للصلة ثوابها العظيم فلقطيعة الرحم عقاب أليم فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع اشتركوا في القناة عملا علموك 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 علموك